كل الحدود مع كل الدول المجاورة مهمة يعني سوريا بوضعها الاقتصادي هي احسن حالا مثلا من تركيا كان يكون او مع ايران او مع الجارة السعودية والكويت كلها مهمة يعني كلها مهمة ولكن انت تحدث لي فقط عن تطبيق الجانب الامني المهني يعني في موضوع متابعة هذا المنفذ او ذاك يعني انت لو تتبعت الوضع مع سوريا صحيح هذا الانفتاح بموضوع الفصائل الموالية لايران الفصائل التي تتواجد هناك في سوريا لغرض او لاخر الفصائل التي تتعاطى مع داعش على الحدود اعمال تهريب وتهريب مخدرات واسلاح هذه طبعا مهمة وهي ايضا خطيرة ولكن تتحدث لي عن الموضوع التجاري غير المتبادل الجانب الاحادي يعني مع ايران يعني تتحدث لي عنه وتقول لي انه ليست هناك خطورة في هذا الملف بلعك وسانا اشوف ملف ايران اخطر من ناحية تسريبه لعناصر لكوادر لما شاء الله من او ما قدر الله من المصائب والبلاوي يعني على حدها ربما اشاطرك بالرأي ان كنا نولي اهمية للملف ملف الحدود مع سوريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة